تجربته مع الفنون التشكيلية بدأت مع دراسته الجامعية حين التحق بكلية الفنون الجميلة ودرس فن الجرافيك كما تعرف على الفن بشكل حقيقي هكذا كانت الرحلة الفنية للفنان التشكيلي المصري مصطفى سليم وبالإضافة إلى استخدامه لضربات الفرشات الواضحة اتجه أسلوب الفنان مصطفى سليم إلى التأثيرية ثم التعبيرية مستخدماً البورتري ويتمحور فنه حول الإنسان بالأخص الأسرة والعاطفة ويميل دائماً إلى علاقة تداخل التكوين في العمل الفني ويعتبر مصطفى سليم أن المحرك الأساسي للرسم لديه طبعاً هو الشغف وأنه يرسم حين يكون هناك محرك بصري في المقام الأول ويعتبر النقاد أن مجمل لوحات مصطفى سليم الفنية هي وجدان وضمير إنسانية التي تتحرك مع المستقبل ولا تتخلى عن ماضيها الحميم ويهتم الفنان في لوحاته بالمرأة في تحولاتها وأحلامها وتطلعاتها طبعاً قام الفنان مصطفى سليم العديد من المعارض الداخل وخارج مصر ونرتقي به اليوم للتعريف أكثر بأعماله ورؤيته الفنية أستاذ مصطفى سليم مرحباً بك شكراً لك على تلبية دعوة برنامج ضفاف من أول وهل من يشاهد لوحاتك يلاحظ هذه الوجوه المتعددة الأبعاد كيف جاءتك فكرة هذا التفرد الصح على التعبير ومن أين استلهمت كل هذا؟ أهلاً بكم أول حاجة دراست البورتري يعني عنصر مهم جداً من عناصر الدراسة في كلية فنون جميلة أنا كان بنزماني في البورتري كان ملهم جداً من أول مرة درست فيها في كلية ومتعود دايماً أننا نرسم بورتري في طول ما أنا موجود في الأطر في الأوتوبيز عند الدكتور في أي مكان من حيث الدراسة من ناحية من ناحية تاني برضو وجوه الناس في الشارع ووجوه الناس حولينا دايماً ملهمة وتعبير الوجه بيبقى أكثر صدقاً وأكثر وضوحاً من تعبير الجسد بأن طبعاً عمالات الوجودة تعبيرية للجسد وأجساد أدمية ومختلطة بأجساد حيوانات لكن دايماً البورتري أكثر معبر حتى تلاقي دايماً أشهر أعمال فنية في التاريخ زي الموناليزا، زي نيفرتيتي، زي التمثال بتاع توت عنخ أمون فدايماً البورتري أكثر معبر في التاريخ عموماً ماذا أخذت من الفنانين سامير فؤاد، فرانتيسكو جويا وبيكاسو الذين أثروا فيك؟ بالتأكيد، يعني طبعاً في التاريخ العالمي جويا وفرانسيس بيكون كمان وبيكاسو من الفنانين العالمين واحد ما عصرهمش، لكن بيعصرهم في الكتابات، في الفيديوهات الموجودة عنهم في لوحاتهم من ناحية الدراسة ومن ناحية المعايشة، لكن المعايشة كانت طبعاً الحقيقية والدخيقة والقريبة جداً، كانت مع أستاذنا طبعاً سامير فؤاد، فنان مصري كبير ومعطاء جداً، يعني أنا تعلمت أن أستاذ سامير كتير جداً عن قرب يعني ممكن تقدر تقولي كل يوم بستشيره في لوحاتي، وهو علمني حاجات كتير قوي يعني بعد دراستي في كلية طبعاً مصطفى سليم يرسم عندما يكون لديها وانطلاقاً من محرك بصري هل لك أن تحدثنا عن وجهة نظرك الخاصة في عالم الرسم؟ بالتأكيد، يعني الفن التشكيلي هو من اسمه هو جاي من وباللاتي كمان بيسموها فنون بصرية عشان تكون أعم وأشمل فنون بصرية اللي هي بيبقى فيها فيديو أرت وإنستيليشن ونحط كل الحاجات اللي بنشوفها بعنينا بديد وتبر فنون بصرية طبعاً بالتأكيد، يعني الفنان التشكيلي المحرك الأساسي دي هو الصورة يعني لما بيكون قدامه فيجين أو حاجة صورة هو شايفها قدامه الناس معينة، لانسكيب، حاجات اللي هي مش متحركة يعني مش متكلمة قدامنا، طبيعة الصنطة يعني كل الحاجات دي ملهمة، أي حاجة بيشوفها الإنسان ملهمة حتى اللون الأسود الظلمة ملهمة برا الواحد بعنيه بتتخيل فيها حاجات كتير بالتأكيد الإلحام بالنسبة للفنون كلها مرتبط لبعضه يعني ممكن نسمع مازيكة تكون ملهمة لأن مازيكة بتعكس صورة ممكن نقرأ كتاب بيعكسوا صورة، بيكتبوا صور ممكن واحد يتخيلها بأشكال ممكن تنزل على الكانبس أو على الورق بس الفكرة الأساسية في الفن التشكيلي هي الصورة يعني مهما كان أي حاجة تانية ملهمة فهي محرك سنوي لكن الأساس هو الصورة يعني اللي بينعكس هو الكتل والنساحات والحطوط والألوان هذه الحاجات اللي بتتعكس بشكل مباشر على اللوحات عموماً لأي فنان تشكيلي نعم، سيد مصطفى هل يمكن أن نقول أنك فنان من مناصري حقوق المرأة خاصة بعد معرضك السنة الماضية بقاعة أزاد للفنون الذي كان بعنوان امرأة على مائدة؟ بالتأكيد، بالتأكيد طبعاً، يعني محدش يقدر ينكر حقوق المرأة لأن المرأة هي كل حاجة في حياتنا يعني أنا مش أقول كلام مكرر بس في الحقيقة يعني يعني أنا لامس ده في حياتي، يعني في كل دور المرأة في الأسرة إذا كانت أم وأخت جزوجة، كل العناصر، حتى حماتي يعني كل عناصر الأموم، المرأة في الحياة عموماً حتى أصدقائنا في العمل، والمرأة في الشارع، بتشوف قد إيه المعاناة شديدة؟ يعني طبعاً الأم يعني بتبقى بس هي بتعاني في الحياة زي يجي الراجل وما هو ضرب يعاني، لكن في زيادة شوية كان تبقى شهيرة دائماً عبت القصة أكتر من الرجل بهموم، يعني مهمومة أكتر، الرجل مهما كان ينقى بيساعد وبيحاول استسمحك أستاذ مصفى سليم، هل نستطيع أن نقول بأنك ترسم المرأة المصرية تحديداً؟ هل ترسم المرأة المصرية تحديداً في أعمالك؟ بالتأكيد أنا فنان مصري وعايش في مصر وتاريخ الكبير لمصر يعني في الحاضرات المتعقبة يعني بيخلي كل العناصر المصرية هي المحرك الأساسي لكن ده ما يمنعش أن الواحد يعني دلوقتي العولمة بتخلي الفنانين والناس تشوف كل العالم بشكل زي ما يكون بيقولوا قرية صغيرة فعلاً نحن ممكن نتأثر بحاجة بتحصل في اليابان أو في الصين أو في أي مكان أو في أفريقيا يعني كمان دول أفريقيا اللي بتعلم مهمشها تماماً لكن تعرفت عليها يعني طبعاً أصدقائنا أكتر لأنها ما كانش عندي فلصة لأن أنا أسفر أفريقيا بس ممكن يكون عندي فلصة قريب لأنني عندي معرض في كينيا قريب لكن أفريقيا مهمشها جداً فيها برضو معاناة كبيرة جداً وفيها تعبير قوي جداً أفريقيا من القارات القديمة ودائماً لما يكون البلد أو القارة لها حضارة أو طريق قديم ده بيأثر في الشعوب لحد الوقت الحديث كل التوفيق لك الفنان المصري مصطفى سليم في معرضك القادم وطبعاً كاميرا ضفاف دائماً ستكون موجودة وسباقة لتغطية الأحداث وخاصة الفنية كنت معنا مباشرة من القاهرة شكراً جزيلاً لك